الداخل مفقود والخارج مولود هذه المقولة تناسب السجون في الأنظمة الاستبدادية أما حين تجسد واقع المستشفيات في بلد ما فتلك أكبر كارثة يعرفها الطب وأكبر عار على حكومات هذا البلد في مستشفيات عراق اليوم يحدث هذا وأكثر يدخل المريض وهو يعاني مرضا عرضيا ويخرج محملا على الأكتاف إلى المقبرة بشكل شبه يومي تتكرر هذه المصيبة في مختلف المحافظات العراقية ومع انتشار وباء كورونا استفحلت هذه الظاهرة وصارت علامة مسجلة للقطاع الصحي بشقيه العام والخاص حادثة وفاة اللاعبين الدوليين أحمد راضي وعلي هادي أثارت قضية الإهمال الطبي في العراق مجددا وأثارت كثيرا من التساؤلات عن مدى استهتار الحكومة ومؤسساتها بحياة العراقيين ولا سيما الرموز الوطنية منها يتبين أن المعضلة تتنحصر في سياقين خطيرين التدمير الممنهج للقطاع الصحي والفساد الذي حول المراكز الصحية إلى مسالخ بشرية السياق الأول يأتي بتوجيه خارجي لأدوات الاحتلال في العراق وذلك لتقويض كل أركان النهضة الطبية وجعل العراق عاجزا عن مواجهة الأوبئة والأمراض ليبقى بحاجة إلى استيراد الأدوية والأجهزة الطبية بدءا من ميزان الحرارة وحبوب الصداء الصناعات الدوائية في العراق اليوم تكاد أن تنعدم بعد أن شهدت البلاد ومنذ خمسينيات القرن الماضي نهضة في هذا المجال كما أن معظم الشركات الدوائية الموجودة حاليا تعود لما قبل عام 2003 وتعاني اليوم تراجعا كبيرا في الجودة والكمية أما السياق الثاني المتعلق بالفساد فلا تقتصر تداعياته على المراكز الصحية بل تتجاوزها إلى المجال البيئي حيث تحولت المدن والبلدات إلى مستنقعات لانتشار الأوبئة والأمراض ومرد ذلك إلى غياب التخطيط البيئي وسرقة مخصصاته ومجمل القول أن وباء كورونا عرى الفشل الحكومي في المجال الصحي وفضح ملفات مهمة وأكد للعراقيين أنهم مجازا يعيشون في دولة ذات موارد ضخمة وإمكانيات بشرية جبارة لكن حقيقة الأمر أنهم يعيشون في مستعمرة يتحكم الفاسدون برقاب الموجودين فيها ويساومون على حياتهم ويساومون على حياتهم ويساومون على حياتهم ويساومون على حياتهم